موسيقى الى رحاب صرح ينبض بالمعاني والدلالات الحضارية العلمية الى رحاب جامع الجزائر احد اهم المشاريع الحضارية وصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في زيارة تفقدية اول محطة في الزيارة الهامة وقوف رئيس الجمهورية على الية تخفيف الهزات الارضية المصممة في احدث المخابر العلمية الدولية بهياكلها الهيدروليكية والعمودية تسمح بامتصاص شدة الهزات الارضية بنسبة سبعين من المئة وهي هياكل مغروسة في الطابق الارضي تحت قاعة الصلاة الرئيسية نعمل مغروسة في طابق الهزات الهزات الريضة أسرقنا أنا؟ أسرقناً أسرقناً سيئة إنه يوجد عادو وفي السيئة في كل سيئة يوجد جميع رسولة كما يوجد في كل سيئة إنه يوجد صورة في كل سيئة يوجد عادو عادو يوجد أن يسرقناً لم يتعب أسرقناً وكان رئيس الجمهورية قد اطلع في عرض وثائقي مفصل على تفاصيلها قاعة الصلاة آية في الحسن والبهاء وقف رئيس الجمهورية على هيكلها بسجادها المنسوج بإتقال عال المزين في جزء منه برسومات تمثل مختلف المناطق عبر الوطن والثورية التي تتوسط القاعة بوزن 9.5 مطلية في معدنها الصلب بالذهب الخالص قاعة الصلاة بمنظرها وزخرفتها الجميلة تمنح راحة نفسية وسكينة لكل مقبل على الذات الإلهية الرحيمة العظيمة رئيس الجمهورية انفرض للحظات خشوع وتضرع الزيارة التفقدية تواصلت بعدها بوقوف رئيس الجمهورية على ساحة الجامع التي تتوسطها أربع نافورات تزيينية وكان رئيس الجمهورية قد فصل في معرض حديثه خلال الزيارة عن المعايير التقنية الدولية والعلمية التي تمت مراعاتها في الإسمنت المستعملي في الإنجاز المعايير التقنية منارة جامع الجزائر المتقدة بنور العلم والثوابت بارتفاع مئتين وخمسة وستين مترا تضم هياكل عديدة صارها رئيس الجمهورية متجولا في أركانها من مركز الأبحاث إلى الشرفة المخصصة للزوار والمتحف كان لرئيس الجمهورية معاينة ميدانية جامع الجزائر في جهته الجنوبية يضم مركزا ثقافيا يعد بحق صرحا يبرز الجانب الحقيقي للبعد الثقافي لجامع الجزائر تجول رئيس الجمهورية بين جنباته من الرواق المخصص للمعارض ووارشات الخرفيين والقاعة الكبرى التي يمكن تقسيمها إلى قاعتين جامع الجزائر وشيح لكتابة كاليغرافية ولأن البعد الأكاديمي والعلمي مجسد في جامع الجزائر طار القرآن مسمى أحد مكوناته أما الوظيفة فمعهد للتكوين العالي رئيس الجمهورية وقف بجل أرجاء داري قرآن ليخرج منها مصرحا بضرورة أن تكون للمسجد مؤسسة خاصة لتسييره وأن تجينه سيتزامن والاحتفاء بذكرى أول نوفمبر نكون جاهزين من ناحية التنظيم أعتقد أنه يجب أن يكون أليس بك لتحدث المرافق كلها تحدث اليومي من ناحية العلمية والدينية لا يوجد خلقه هيئة لازم تكون هيئة في المستوى مستوى يعني مستوى يعني مستوى جاهزين في حاجة كمية يشوف ولولو الاستعانة بالمعاهد الكبرى في العالم بالنسبة لنقعدوا في الدين تعنا الوساطية تعنا مرجعيتنا ولكن بالنسبة للقرآن بالنسبة لأعتقد أنه لازم تكون فيه مساهل فيسهامات دولية العالم الإسلامي ما عادة الشيء يتناقد مع عن توجهاتنا نبقى هنا لكل حال في الله يسيقنا وباقي دروك يفوى نبيك الذي من هالول هو يدبر رازو لانترنتيان لانترنت لخص المال الكهرباء أرجيسي قرنة لزيس بازلير لانترنتيان كل شيء اللي أبغاني المرفض اللي هو الثالث في العالم بعد الحرامية خصنا شركة في مستوى شركة للقائمة بالتسيير انت على واحد من انت على الحرام المكي ولا الحرام المدني خنا نتعاقد معها وكل ما تتنقص من الخدمات تنحي لها كونتراكتيرما ميدبروا رؤسهم عندها لاسيكوريتي لاسيكوريتي تانية عندك لاسيكوريتي عندك لا مانتنانس وعندك لانسانيما جانب الدين إلا تفاهموا عليها تلاغو يفو معا المرمي مينيس يفو يوصييته وصيبا نمبر نحن نتلاته وكي صويته تريز أمورتان كافا تنتريني 30 هكتار ديديفزيزيات من صبا دلاموكيز وياد برسال ستترات معا للاستارتف تانا ستتراتي الإلكتريسيتي مع هذا ستتراتي للاحر دبراس سنريزات شوية لغير ما نحن نعرفه أن ريشفونسار من ريشفونسار قد من جهة 30 هم جهة ديني رهدا سنظروا كشوفوا لديركتوار سنظروا كفاءة دينية وكفاءة علمية وكفاءة وكفاءة علمية وكفاءة المسجد فيه المعهد فيه المكتبة فيه استغلال المخطوطات وترميم المخطوطات وإلى أخيره ستراتي مجمع كبير ويجوا الناس سي سير واحد يدير حسابه بليكون فيه تكوين بوستقراتي بالنسبة للجامعات انتارنا بوستقراتي بالنسبة للدول الإفريقية وغير الإفريقية رئيس الجمهورية تجول بالحديقة الإسلامية لجامعات ممكن تكوين أي ماء درجة عالية مستوى عالي بالنسبة للشرف الدين ويشرف الدين هذه وظيفة تدار القرآن سيد الرئيس نعم هنا مبدئيا إن شاء الله نجمل تدشين وانتباركوا إن شاء الله بأول نوفمبر كان نوفمبريين رئيس الجمهورية تجول بالحديقة الإسلامية لجامع الجزائر حديقة ذات طابع أندلوسي تزيد أكبر جامع في إفريقيا بهاء ليختتم رئيس الجمهورية زيارته التفقدية لجامع الجزائر ترجمة نانسي قنقر